اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل رمز كانت بتطلع المسرح كان فيه كده لغة لطيفة جداً ما بين المرأة المكرمة أو السيدة المكرمة كرمز في مهنتها أو في عطاها وما بين السيدة انصار السيسي بابتسامتها بودها كان فيه كده تقدير حتى ما بين العيون ضفتي واحدة من المكرمات وهي الحقيقة تستحق هذا التكريم اتكرمت عن مشوار مشوار عطاء مشوار اعتقد هي غاصة في الشخصية المصرية يعني لما تشوف الشخصية المصرية الشخصيات المصرية اللي قدمتها هتلاقي انك شفت المرأة المصرية بكل أنمطها بالتعداد بتاعها باختلافها بتنوعها بشقوتها بلزازتها بجديتها بمسئولية بمشاكل بفرحة بكل الأدوار اللي ممكن تقدم على الشاشة المصرية سواء السينما أو حتى على شاشة التلفزيون شخصية الحقيقة بدأت العطاء والدراسة تخرجت من فنون المعهد الفنون المصرحية سنة 1969 وكان يقال عنها صاحبة البشرة الأمحية أم عيون حلوة مصرية هي الفنانة الجميلة فردوس عبد الحميد مساء الخير مساء الخير يعني أولا أنا سعيدة جدا لحظة التكريم ما بينك وما بين السيدة انتصار السيسي أنا كنت شايفة في لغة العيون تكريم تاني والله أنا مش بجامل هذه السيدة سيدة تحس مريحة ورقية وتحس فيها أنها هي دي مثال للسيدة المصرية حتى الملابس البسيطة اللي بتلبسها حتى طريقة كلامها لما هي خطبت يعني علينا وقد إيه حتى بدأت قالت احنا عاديين مع بعض قاعدة حلوة وده صحيح يعني كانت كده وكل اللي قاعدين كانوا حاسين بده وما فيش تعالي هي ما عندهش إحساس إنها يعني زوجة سعيم ولا حاجة هي ستة مصرية مننا فعشان كده يعني أنا كنت سعيدة جدا بالجائزة دي أنا لاحزت كمان يعني الحركة على المصرح حضرتك طبعا فنانة كمان مصرحية الوقفة كلكوا وقفتوا وقفة كده حضرتك ونلي وكل الناس كان فيه وقفة محبة يعني التكريم حلوة ده صحيح وخصوصا إن المناخ في الحفلة دي كان كل اللي حواليك ناس عظيمة تستحق أتستحق والله كل اللي تكرموا كلهم يستحقوا وكان الاختيار يعني جيد جدا وأنا سمعت إن سيادتها يمكن هي اللي اختارت الشخصيات اللي تتكرم وكان فيه ود يعني مبينة ومبينة كان فيه ود واضح يعني حتى يعني خليني أقول الطريقة واستقبلها لكل شخصية كانت بتعبر هي كمان بأداءها بتكريم يعني تكريم الشخصية وكانها هي متابعة لكل الأعمال يعني أنا بقولها أنا بحبك قوي قالت لي والله وأنا بحبك أكتر يعني ست جميلة جدا يعني لما كلموك يعني كانت وعرفتي إن فيه تكريم يعني كلميني على المكالمة والله أنا ساعدت جدا إنه يعني إن حق ده حصل وطبعا الفنان لما بيمر وقت طويل جدا عليه في الفن والأعمال الفنية ويلاقي الدولة بتقدره وبتقدم له الجوائز وعرفة مجهوده اللي حصل في السنين دي كلها بيبقى ما عندك إش فكرة أقد إيه إحساس التقدير ده عند الفنان ومش بس الفنان والله يعني كل الناس اللي تكرموا كلهم كانوا حاسين بالإحساس ده لأن لما الدولة تكرم سواء الفنان أو العالم أو يعني كلها ده بيؤكد أن المرأة المصرية في تنوعها امرأة لها وجود في المجتمع طبعا ده أكيد يعني طيب بما أن إحنا جبنا سجد المرأة المصرية أنا بقى وقفت عند حاجات كده عايزة أشوف أنت فاكريهم ولا لأ سيدات أنت قدمتيهم في أعمال كتيرة جدا فايزة، نفيسة، سعاد، حميدة، سعدية، رشا، صفاء، أمينة، فوزية، فاطمة، منيرة، نوارة، الجليلة، مديحة، أنيسة، حرية، وداد، شيرين، سوكة، أميمة يعني كل الشخصيات دي اللي أنت يقدمني أنت فاكرة كل الشخصيات دي؟ آه طبعا، لأن أنا يعني غسط في أعمق كل شخصية أنا ما عنديش طريقة واحدة يعني بمثل بيها لكن لازم أدرس الشخصية كويس قوي أعرف أعمقها، أعرف لو كانت شخصية معروفة يعني أو موجودة في المجتمع بذاكرها كويس جدا عشان يعني أقدر أجسدها بالشكل الملائم فعشان كده بتحسي أن أنا يمكن عملت يعني مجموعة متنوعة جدا من أنماط المرأة المصرية المرأة المصرية اللي هي سواء البسيطة أو المثقفة أو المحامية يعني كل شخصية من دي لها طريقة أداء فهو ده يعني أنا بحب أغوس في أعماق الشخصية اللي بعملها يعني مثلاً مازالة نيل يجري عملت الدكتورة اللي هي وأنا نفس المسلسل ده يتعارض كتير لأنه بيكلم حليق كان بيكلم عن مشاكلنا الحقيق حقيقي ده للكاتب أسماء نورة وكيش آه طبعاً اللي هو زيادة النسل والزواج المبكر وعمالة الأطفال عملت شخصية أميمة فيها آه فالحمد لله يعني أعمال العملتها كلها متنوعاً على ما نطلق الرصاص دي كانت البداية آه وبعدين ميزو كانت البداية الشعبية أيوة يعني اللي هو الدخول في رمضان وصورتي هنا في المبنى صور هنا في المبنى آه في المبنى فاكرة فين؟ في استوديو إيه؟ والله أعتقد يمكن في استوديو عشرة في استوديو عشرة يعني سمير غانم طلع عينك هنا أيوة كميزو في استوديو يعني نفيسة يعني التلفزيون ده يعني التلفزيون ده هو اللي عملنا طبعاً كلنا وأنا بتمنى الاعتناء بالتلفزيون وناس التلفزيون لأن حقيقة التلفزيون ده اللي فرخ كل الفنانين اللي موجودين حالياً واللي يعني القامات اللي موجودة المزيعات المزيعين طبعاً حتى القنوات الخاصة بيستعينوا بيكون طبعاً يعني فالحقيقة يعني هذا الصرح ده مدرسة وصرح وبيتنا ده مدرسة ويجب الاعتناء بي تاني لأن الحقيقة احنا عملنا أحلى أعمال في عمرنا هنا أكيد يعني كان في قطاع الانتاج كان في صوت القاهرة كان في مدينة الانتاج الإعلامي كان في قطاع خاص أيضاً ولكن كان بيبقى بالمشاركة مع الانتاج ان شاء الله كله كله هيبقى أحسن ان شاء الله فيه شكل أحسن أنا عايز أخذك لحاجة كده يعني فردوس عبد الحميد زي ما قدمتي المرأة البسيطة زي ما كنا أحياناً بنشم ريحة مصر في أدوارك وقدمتي كمان مرهات الزعيم طبعاً طبعاً احنا بنشاهد ده ناصر 56 عن حقبة 56 وطبعاً الزعيم جمال عبد الناصر وتحية زوجة جمال عبد الناصر مخرج العظيم طبعاً يعني محمد فاضل والسيناريست الكبير الله يرحمه محفوظ عبد الرحمن يعني لماذا اختار الأستاذ طبعاً محفوظ عبد الرحمن والمخرج العظيم محمد فاضل ظهور تحية وظهورها في لقطة فيها أمومة يعني الأم اللي وراء الزعيم وبيته الحنان الاهتمام لأن هي كانت فعلاً كده هي كانت برضو نفس النوعية يعني قصدي هما أسروا على وجود المشهد ده عشان يعلوا به رغم أنه الفيلم على حقبة معينة بتاعت 56 ولكن هو أسر بأنه تبقى تحية موجودة في الفيلم لأنها فعلاً كان لها أثر مهم أنها كانت بتقي من كل مشاكل الأسرة يعني كانت هي عليها كل الأعباء الأسرة والولاد والتربية وكده وهي كانت زي أي ستة مصرية حتى طبقة متوسطة يعني كانت بتشرف على الطبيق اللي هو الأكل يعني بتشرف على ملابسه زي أي ستة مصرية حنونة بتشوف الولاد فكانت من الشخصيات دي يعني الدور ما كانش كبير بس هو دور مهمة قوي ولأنك أنت برضو بتأكدي على شخصية الزعيم يعني ده الجانب الأسري عنده كنت قال أنا منه ولا كان بالنسبة لك أنه شخصية كمان ناس تعرفش عنها كتير في حياتها لا ما كنتش قال أنا خالص يعني أنا شرف لي أن أنا عملت الفيلم ده لأنه بيكلم عن زعيم جمال عبد الناصر وقدي ايه هو يعني كان له أثر مهم جدا في بناء مصر وكت وكت أحب قوي العلاقة اللي بينهم وقدي ايه يعني هذا الزعيم وزوجته من البساطة بما كان أنه هما يبقوا عائلة عادية زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي يعني وهو نفس الحكاية على فكرة يعني نفس عائلة مصرية عائلة مصرية عادية جدا عائلة يعني زي أي مواطن مصري بمشاكله بأولاده اللي بيسخنه بكل حاجة مشوار عمر في التمثيل ومشوار عمر في البيت مع الفنان والمخرج العظيم محمد فاضل يعني الزواج من مخرج بحجم محمد فاضل وبعقلية محمد فاضل يعني هل كان حاجة أضاف ليك كتير في المشوار آه طبعا يعني أنا كنت محظوظة أن أنا يعني عملت معا أعمال مهمة جدا وشخصيات مهمة جدا هو وأسامة أنا وراك شار الله يرحمه لأنه هما كانوا يعني قبل كده متلسقين وبيعملوا أعمال لها هدف وأنا كنت بشترك في الأعمال دي لأن بالصدفة كان بيبقى لي دور في الأعمال دي وحصل أعمال متنوعة أنا استفدت منها جدا يعني كانت بتصور فترات مهمة من تاريخ مصر يعني سواء السياسي أو الاجتماعي أو كده فكان كنت محظوظة بيهم الحقيقة يعني أعتقد أنتو كملتوا السنائيات بتاعة بريخ حمدي واردة يعني فؤاد المهندس وشبيكار فأنتو كملتوا السنائيات دي اللي هي بتبقى عاملة زي كده حالة فنية بتطلع زي الفيروز والرحبانية دي حقيقة بالزبط يعني هم قدمون فن بديعة بديعة اسمحيلي هاخد فاصل وفي الفاصل كمان هكمل معاكو وأقول أنه دور المرأة المصرية لما بتتكرم لما الروائي الكبير والأديب عبد الحميد جودة الصحار كتب مراتي مدير عام كتبوا علشان المرأة لها دور زي ما لها دور في مكتب كمان كان لها دور في البيت لطيف أعتقد دا اللي حصل مع الفنانة فاردوس عبد الحميد والمبدع محمد فاضل طول الوقت زواج ناجح ومشوار فني ناجح هكمل معاها في تكريم المشوار أصله التكريم فيه مش بس بيبقى على الفن لكن كمان الحياة المستقرة بتقدم فن جميل ومستقر فصل قصير وأكمل معاكم مع فاردوس عبد الحميد بنت مصر في أدوارها الكتير المختلفة هل ليكم معا أنا وإنت وبابا في المشمش من الحاجات اللي كان فيها زي ما بنقول فانتازيا يعني وكان جديد وغريب عن الدراما المصرية في الوقت دا يعني كان طبعا كاتب كبير وقسامة أنور عوكاشة والمخرج محمد فاضل وحسن عبدين محمود الجندي ومجدة زاكي وطبعا حضرتك بس كان غريب من الأعمال المهمة جدا جدت لأسامة أنور عوكاشة واللي الحقيقة ما تكررتش تاني لأن كان فيها تراجيديا وكان فيها كوميديا وكان فيها حربة للفساد وفانتازيا وغنى كل حاجة كانت موجودة في المسلسل دا أنا قعدة قبل ما تيجي أسمعها أنا وإنت وبابا في المشمش تباروح السيمة في المشمش حسن ونعيمة في المشمش يعني إيه كلام الجميل دا في التيتر ونية تنفع لغاية دلوقتي أحمد فات نجم دي حقيقة طيب أنا الأعمال اللي قدمتيها مختلفة يعني مثلا أنا عمري معرفت ليه مثلا أنت صنعتي أنيسة في العالي الحلمية والناس حبيتك فيها وبعدين الظروف ما كملتش أنك تكمل يا أنيسة بس أعتقد أنك صنعتي الشخصية يعني أعتقد أنه العظيمة طبعا محسنة توفي كملت الخطر ولكن أنت صنعتي الشخصية اللي هو اللي بيعمل الدور في الأول هو اللي بيدي المفتاح لباقي اللي حيكمله يعني هو الحقيقة يعني أنا يعني أنا ندمانة لغاية دلوقتي أني سبت يعني سبت الجزء التاني بدين سبتي علي لحد يسيب علي بادري يعني بس هو الإشكال يعني كانت غطبة طفولة آه بجد لأن أنا كان الأستاذ أسامة يقول لي إيه الدور يعني حيبقى كذا وكذا وكذا لما لقيت الجزء التاني لقيت لقيت الشخصية مهمشة شوي ده الشخصية كملت للجزء الخامس آه لأ مهمشة بمعنى ملحش مواقف فقلت له طب قال لا هو كده عارفة ردوا علي يعني آه وقفك فقلت له أنا مش هكامل وبعدين ندمت لي لأنه أنا التزامي تجاه الجمهور طبعا يعني كان مش كويس وكنت عاملة أنيسة بإحساس عالي جدا آه يعني فأنا أول مرة كده خلينا نقول يعني أنه فاردوس عبدالحميد ندمت على أنها لم تكمل أنيسة في ليالي الحلمية حسيت ده التزام قدام الجمهور وما كانش لازم يعني لو عادت تاني تكملي لا حعمله وإي أن كان بقى الدور تكمليه تاني آه طب حقف عندي عمل تاني أنا كنت شايفاه تحدي ليلة الأبضة على فاطمة وليلة الأبضة على فاطمة مسلسل صعب يعني البطلة بورسعادية وهي يعني حتى بعيدا هي قصة يعني البنت أو الأخت اللي بتربي أخوتها ودي قصة موجودة في المجتمع المصري بأشكال كتيرة جدا وبيطلع الصالح والطالح في نفس الأسرة صح أنت اكتهدتي قوي وعملتي حقيقي مسلسل صعب بعد أعتقد المسلسل سيدة فتن حمام عملت فيلم ليلة الأبضة على فاطمة النقاط يمكن أنصفوك في المسلسل أكتر يعني طبعا سيدة فتن حمامة عظيمة طبعا لكن الناس يمكن يعني لمست فاطمة يمكن عشان تفاصيل أكتر في المسلسل ونصفوك بأنه يعني المسلسل أجاد في القصة أكتر ما أجاد الفيلم هو لأن المسلسل فيه مساحة كبيرة أو يقوماشة كبيرة للممثل لأنه هو يعني يكتهد ويجديد يعني ما تقدرش تقرنيه بفيلم الفيلم ساعة ونص صغير لما يكون مثلا 20 ساعة طبعا فهو ده يمكن السبب لكن طبعا فنانة فتن حمامة دي أعظم الفنانات طبعا اللي جم في تاريخ مصري يعني بس كنت سعيدة يعني لما فنانة فتن حمامة عملت نفس المسلسل الفيلم لا أنا أصلا أنا فيها حاجة يعني كان ممكن ممثلة تانية تخاف وتقولها لا أنا مش هعمل حاجة عملتها العظيمة ده فتن حمامة لكن أنا فيها لما حاجة شخصية بتعجبني بخش جوه نفسي وبستغرق جوه الشخصية وباش حاسة بقى أنا حابقى كويسة ولا مش حابقى كويسة مهم أننا نعمل حاجة أنا حباها فده اللي حصل يعني أكيد المقارنة اختلفت لما صابرين عملت أمو كل سوم وانت عملت الفيلم الفيلم كان بعد المسلسل ولا كان قبل لا الفيلم كان قبل المسلسل الفيلم كان قبل لما المسلسل نزل يعني شفتي أن الشخصيات يعني أنت قدمتيه بتريقتك وبأسلوب تاني خالص والمسلسل برضو تفاصيل وطبعا يعني يتقدم بشكل تاني شفتي برضو وهي نفس الفكرة أنه يطلع فيلم ويطلع مسلسل نفس الحكاية يعني التفاصيل في مسلسل غير يعني الساعة ونص في الفيلم فلكن يعني في الفيلم احنا عملنا حياة أمو كل سوم الشخصية إن هي بالرغم من أنها كانت عندها مجد كبير جدا في فنها ولكنها كانت تعيسة في حياتها الشخصية بمعنى أن كل العلاقات اللي هي عملتها ما كانتش علاقات نجحة وما كانتش حياتها العاطفية يعني كما يجب رغم كل الحب ده ودارة الأيام وهجرتك وعلف ليلة وليلة لكن هي ما كانتش بنفس كل التجارب اللي تجارب يعني لم تسعد قلبها طيب يعني المشوار الحلو في الفن يعني لما بتعودي أنت والفنان طبعا المبدع محمد فاضل تفرجوا على الأعمال الجميلة دي وزيجة نجاحة بتحسي إن المشوار كان صح يعني ده صحيح يعني الواحد هو بيعمل الحاجة ما بيقاش متنبه قوي إن دي حاجة كويسة ولا وحشة يعني بنبقى مشغولين قوي في ال أنت في البيت إزاي مراتي مدير عام اللي هي الزوجة بقى اللي هي لازم تدخل وتعمل الأكل وهو مخرج كمان يعني مهم وبيحضر طب كان بيحصل إزاي يعني عنده مسلسل مهم وإنتي عندك دور مهم يعني إزاي بتقدره من وائم الأمور يعني مثلا لما يبقى فيه وقت فيه شغل كتير أو فيه ناس تانية ممكن تعمل ده لكن لما بيبقى فيه فراق كبير زي السنوات اللي فاتت يعني لا أنا بتعامل كزوجة مصرية وهو بيتعامل بنفس الطريقة وعادي كان بيديك المساحة بتاعتك كزوجة مصرية جوه البيت عنده شغل الصبح فبيسيبك تعمل شغلي خالص يعني يعني زي ما أنا بعمله هو بيعملني يعني ما فيش حكاية أنا وإنت والمفروض يحصل والمفروض ما يحصلش كلام دي لا ما فيش الكلام ده خالص فنانة فردوس عبد الحميد الكلام معاك كتير وأعمالك جميلة كلها رقية كلها حب كلها شخصيات لسيدات مصريات بجد يعني مثلتيه مع الشاشة وقدمتي مشاكلهم وانجحتي بيها شكرا فأعتقد أنه التكريم تستحقيه طول الوقت هو حشتينا يعني الله يخليك شكرا الكلمة الأخيرة تحبي تقولي إيه للجمهور بعد التكريم وانتي كده في التساع في ستوديو عشرة اللي عملت فيه أعمال كتير حلوة تقولي إيه بحب أقول للجمهور يعني أنا سعيدة جدا بهذا التقدير من الدولة وأيضا سعيدة جدا بهذا التكريم من الجمهور لأن أنا بلاحظ ده جدا يعني أنا لما تكرمت قدي إيه رد الفعل من الناس العادية والزملاء والمعارف يعني حاجة كانت مبهجة جدا وأسعدتني جدا جدا أكيد وانتي أسعدتين ودايما نشوف الرموز الحلوة ومنتظرينك بعمل تكملي مسيرتك الحلوة نورتين وحيفضل دايما إيه تباروح السيمة في المشمش حسن ونايمة في المشمش أنا وانت وبابا في المشمش في المشمش بقى في المشمش ده كان آخر حاجة من الأعمال الحلوة اللي كانت بتغني فيها فاردوس عبد الحميد لأن صوتها حلو ولو كان فيه وقت كنا حنتكلم أكتر على الغنى في مرة تانية أنا بشكرك وبحييك وبشكر كل مشاهدينا وغدا إن شاء الله لقاء جديد التاسعة مع دينا عبد الكريم أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله تصبحوا على الألف خير اشتركوا في القناة